مشهد مألوف في متاجر البقالة في أنحاء أوروبا ارتفاع الأسعار، الخضروات والخبز وكل الأمور الأخرى بعد عقدين من تضخم بلغ 1.5% ارتفعت الأسعار هذا العام حوالي 16% مع ذلك لم يجني المزارعون الفوائد أسعار أعلى لكن تكليفنا ارتفعت بشكل كبير أيضاً وبتنا بحاجة إلى أسعار أعلى فقط لتغطية النفقات مع اندلال حربي في أوكرانيا ارتفعت أسعار الأسمدة بشكل كبير النفس الشيء بالنسبة لسعر الديزل مصدر الطاقة الرئيسي للمزارع ما جعل أوضاع المزارعين صعبة هناك حالياً الكثير من عدم اليقين ويصعب اتخاذ القرارات الصحيحة ما هو الوقت المناسب للشراء وما هو الوقت المناسب للبيع انتهى زمان التخطيط طويل الأمد والأسعار المستقرة فيما يعلق المزارعون آمالاً على الحصول على مساعدة من بروكسل